مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناتنا AR4Tech اليوم بدنا نحكي عن أهم التغييرات القادمة بالآيباد برو الجديد في عنا عشر تغييرات أساسية بالآيباد برو المتوقع أنه يصدر بربيع العام القادم أول شيء سيتغير هو التصميم يقول مارك جورمان محلل مشهور ببلنبرغ أنه فصل الربيع القادم سيكون في تحديث كبير على آيباد برو طبعا مارك جورمان مشهور عنه أنه دائما يشارك أخبار دقيقة وصحيحة عن شركة أبل تمام سيتغير التصميم طيب كيف نتوقع شكل التصميم الجديد الخيار الأول أنه أبل تعمل تصميم عادي شو يعني تصميم عادي يعني نفس الآيباد 2022 نسخة الماضية تعمل شوية تحديثات بسيطة على التصميم هذا الخيار الأول الخيار الثاني أنه أبل تعمل تحديث ثوري مثل ما عملت بالآيفون 15 برو تغير التصميم بشكل جدري إننا فرضنا فرضيتين هنروح على الفرضية الأولى أنه أبل هتعمل تغييرات عادية إذا عملت أبل تغييرات عادية شو رح يتغير معنا بهالجهاز إذا نظرنا للشاشة الأمامية بالآيباد هيكون في تغييرين أساسيات تغيير الأساسي الأول ستعمل أبل حواف الشاشة أنحف لأنه حاليا الشاشة حوافها تعتبر نوعا ما سميكة وبشكل شبه مؤكد أبل ستغير تموضوع الكاميرا من شكلها العمودي الحالي لشكلها الأفقي مثل ما عملت بالآيباد العادي جيل العاشر مثل ما لنا شايفين بنسبة للحواف أبل ستعمل الحواف مدورة أكتر كيرف أكتر تشبه التصميم الموجود بالآيفون 15 برو القادم إن شاء الله بالنسبة لأزرار الصوت وأزرار الباور أبل ستعيد تموضوع الأزرار بما يتناسب مع التصميم الجديد اللي بيشبه الآيفون 15 برو لساتنا نحكي عن التصميم خلفية الجهاز سيتغير فيها تغييرين أساسيات التغيير الأول إعادة تموضوع الكاميرات بما يتناسب مع الوضع الأفقي الجديد الشغلة الثانية لوجو أبل حاليا هو باتجاه عمودي فأكيد سيتحول يصير اتجاهه أفقي وإذا افترضنا أن أبل ستعمل تغييرات ثورية على الآيباد سيكون تغييرات على الشكل التالي بالنسبة للجزء الخلفي من الآيباد برو ستكون نفس التغييرات اللي ذكرناها من شوي ربما أبل تحول ظهر الجهاز للزجاج وتضيف الشحن اللاسلكي عن طريق الماكسيب لكن التغييرات الأكبر ستكون بالواجهة الأمامية للجهاز ستكون حواف الشاشة أقل سماكة مثل الموجودة بالآيفون 15 برو مع ديناميك آلند سيكون هذا التصميم أكثر حداثة وأجمل مقارنة بالتصميم الأول اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو التصميم العادي على الأقل من الواجهة الأمامية أنا أكيد بحب شوف الديناميك آلند على الآيباد برو هذا الشيء بتوقف على رؤية أبل لمستقبل الديناميك آلند لكن في سؤال محيرني إذا حطوا الديناميك آلند بالآيباد برو يا ترى وإنت عم ترسم هذا المكان المقطوع ما رح يزعجك وإنت عم تشتغل هذا الشيء ما فينا نحكم فيه لنشوف التغيير الثاني الأحجام الشيء اللي لازم نعرفه أنه الآيباد برو 2024 هيأتي مع ثلاث أحجام مو مع حجمين مثل ما كان مع الآيباد 2022 الحجم الأول هيكون 11 بوصة نفس الإياس الحالي الحجم الثاني هيكون 13 بوصة بدل ما يكون 12.9 الحالي بالنسبة للحجم الثالث فيه شائعات عم تقول هيكون 14 بوصة وشائعات ثانية عم تقول 15 أو 16 بوصة نحن متأكدين أنه فيه حجم ثالث لكن ما اننا متأكدين من الإياسات التوقع الشخصي أنه ما هيكون فيه آيباد 14 بوصة لأنه فيه عندك آيباد 13 13 و 14 ما فيه فرق كبير بناتهم بالأحجام فالثنين حجمين متقاربين ما بظن بظن يكون فيه 15 أو 16 بوصة وبيكون توقع صحيح إذا وضعنا باعتبارنا أنه أبل عم تحاول تغير استخدامات الآيباد ليحل محل الماكبوك برو وخصوصا بالاستيديوهات الاحترافية والرسم والتصميم لكن إذا أبل عملت هيك ما بيكفي يكون الهاردوير قوي لازم كمان يكون السفتوير قوي لدرجة أنك تستغني عن الماكبوك برو التغيير الثالث هو الشاشة رح تتحول الشاشة لتقنية الأوليد بيقول مارك جورمان أنه أبل رح تتحول لتقنية الأوليد فقط بالآيباد برو 2024 بتقاطع كلامه مع روس يونج المشهور بتسريباته الدقيقة والصحيحة عن شاشات أبل في مشكلة حالية بشاشة الأوليد شاشة الأوليد سطوحة يصل حتى 400 بينما الشاشات التي تستخدمها أبل بالآيباد برو 2022 تصل سطوحة حتى 1600 ليس معقولة أبل ترجع خطوة للورا من شان هيك شركة أبل تتعاون حاليا مع شركة LG المشهورة بتصنيع الشاشات ليصنعوا تقنية جديدة من الشاشات هذه التقنية تجمع ما بين دقة الأوليد وسطوع شاشة الميني الأيدي اللي عم استخدمها حاليا أبل فأبل شو عم تعمل بهذه الشاشة عم تعمل طبقتين من الأوليد هوا الطبقتين مع بعض عم يشكلوا شاشة واحدة أنحف وأطول عمره بمعدل أربع مرات وحتوفر البطارية أخف بالوزن أفضل من جميع النواح التغيير الرابع سيكون Always On مثل ما أضافته بالآيفون 14 برو ستضيفه بالآيباد الجديد باعتبار غيرة الشاشة لتقنية الأوليد صار من السهل إضافة تقنية الأوليد للآيباد الجديد يقول مارك جورمان أن أبل ستضيف دعم ميزة الأوليد لشاشات الأوليد على الآيباد برو الجديد التغيير الخامس إذا لدينا آيباد بشاشة ضخمة 15 أو 16 إنش هذا الشيء يستدعي أن يكون لدينا مداخل ومخارج إضافية من شان هيك أبل أضافت منفذين ThunderPort للآيباد برو بدل ما يكون منفذ واحد بهذه الحالة يمكنك تخرج لشاشتين كل واحدة 6K هذه النقطة بتنقلها للنقطة اللي بعدها هي التغيير السادس التغيير السادس هو المعالج M3 أبل سنتحدث المعالج الموجود بالآيباد برو إلى المعالج M3 بتقنية تصنيع 3 نانومتر ويشاع أنه أبل ستستخدم معالج M3 برو وليس العادي خاصة في النموذج الأضخمي اللي هو 15 أو 16 بوصة لأنه مثل ما حكيت تشغيل مداخل ThunderPort هذولي بحاجة لمعالج قوي قدر يشغلهن شفت التقنية اللي حكينا عنها بشاشة الأوليد قلنا أنه هي أخف وأنحف ممكن تكون أبل عم توفر المساحة الداخلية من أجل المعالج M3 برو التغيير السابع هو الآيباد أو اس من المحتمل أنه يصير عنا نظام تشغيل مخصص من الآيباد أو اس لا يقدر يتعامل مع هالمتغيرات الجديدة لأنه آسف أبل آيباد كبير بهالحجم والإمكانيات القوية وتعطين نموعه النظام الحالي ما رح يستطيع استفاد من إمكانياته لازم يكون نظام التشغيل اللي حي تعطيني أبل إما بشبه الماك أو اس أو نسخة ثورية من الآيباد أو اس تغيير الثامن الكاميرات من المتوقع أنه تحتوي النماز الجديدة من الآيباد على كاميرات محسنة ومعززة مع تقنية التركيز التلقائي بالإضافة إلى ذلك تشير بعض المصادر إلى أنه قد يكون هناك ترقية لكاميرات السيلفي مع داعم لفتح الجهاز بواسطة الفيس آيدي في وضع اللانسكيب التغيير التاسع هو التسمية آيباد ألترا أو آيباد ستوديو هذا الكلام منطقي جدا لأنه آيباد كبير بحجم 15 أو 16 إنش سيكون متفوق بالأداء ومعالج M3 برو جهاز رائع سيكون ضخم جدا من المتوقع أنه يتغير اسمه لها آيباد ألترا سيكون الاسم مناسب ومنطقي جدا ولا سيما إذا أبل بالخريف القادم سبتمبر نزلت الآيفون 15 برو ماكس سمته آيفون ألترا فهتكون تسمية كلها متناسقة وبتشبه بعضها التغيير العاشر هو السعر للأسف سيكون السعر أغلى وفقا لموقع The Lake يقول أن السعر سيكون باهظ الثمن بالنسبة للآيباد برو إذا عشر بوصة سيبدأ السعر 1500 دولار هذا تقريبا ضعف سعره الحالي سعره الحالي تقريبا 200 دولار وبالنسبة للآيباد 13 بوصة سيبدأ السعر من 1800 دولار وبالنسبة للآيباد 15 أو 16 بوصة سيبدأ السعر من 2100 دولار هذا من دون الحصول على الكيبورد أو الأبل بنسل لأن هذه الإضافات ستجعل السعر يزداد بشكل أكبر بالنسبة لي هذا الشيء لا يمكن تبرره بالرغم من وجود الديناميك آيلاند والرغم من وجود شاشة الأوليد والرغم من وجود الحواف الرفيعة كل هذه الميزات والمعالج القوي لكن أنا أخذ آيباد برو بسعر الماكبوك برو شو رأيكم أنتو؟ خبرونا بالتعليقات هل أنتم متحمسين لآيباد برو بشاشة 15 أو 16 إنش؟ ويا ترى هل أنتم مستعدين تدفعوا ثمن هذا الآيباد أغلى من الماكبوك برو؟ ياريت تتركونا رأيكم بالتعليقات لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لا يصلكم كل جديد أنا عدنان عرنوس أراكم بالفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة